نمشي لك الآن للفصول فصل الشتاء يدخل 29 خلي فصل الشتاء في الأخير يبدو 29 مش نشرحه يدخل الربيع يوم 28 فيفري 28 فيفري يدخل الربيع حسب التقويم الشعبي الفلاح نأكد على هذا مش بعيد منه لأن تقويم الفلكي والشمس يدخل يوم 21 مارس نسموه الاعتدال الربيع تقويم الشعبي الفلاحي مارس يدخل 28 فيفري ديما سابق وينتهي يوم 29 ميل شهر 30 يوم 29 تلقى العدد 91 يوم يا إخوتي الأعزال تسمعوا فيها القاعدة الفصول قلت يدخل 28 أراهي ما هيش ثابتة ياسر ياسر الثابت أنه يدخل الربيع 28 وينتهي في يوم 29 ميل 30 ميل الصيف 30 ميل الصيف ينتهي يوم كنا حايرين في ذاك الوقت كنا نحن 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 نتكلم من تقويم المعروف الميلادي ويجري لكي يقول لك الإشار العربي ما هو شهر العربي لكي يقبل conspital وعملت الساعة ويبدأ الخريف يوم الثلاثين أعرفوا.. هناك خليديو.. تلقى إحسب عندك ثلاثين وواحدة وثلاثين نهارين وعندك الوحدة وثلاثين إجوان.. ثلاثة وثلاثين والواحدة وثلاثين إجويلية.. ثلاثة وستين والتسع عشرين تلقىها اثنين وتسعين يوم الصيف.. اثنين وتسعين يوم الصيف.. بواتي اليسمع فيها معارفين الحساب هذا مليح..صح.. يدخل الخريف نهار 30 قوت ينتهي الخريف يوم 28 نوفمبر سبحان الله احسب لأيام هذه تلقىها 91 يوم الله أكبر معنا قياس مضبوط يدخل الشتاء نهار 29 نوفمبر ينتهي الشتاء يوم 27 فيفين تلقى الشتاء 91 يوم احسب لي بالله عليك 91 وال91 وال91 هادم ثلاثة واحد وواحد وواحد ثلاثة وزيدها لاثنين وتسعين تلقىها 365 يوم مضبوط سبحان الله